مدافعاً عن نادي الإسماعيلي وهذا حق لنادي الإسماعيلي وحق اللي بيود أن يأخذ النادي الإسماعيلي حقه هذه المباراة مباراة لنادي الإسماعيلي فعليه نواء يختار الملعب هتقول لي والله فيه ظروف آه احنا مقدرين كل الظروف كل هذه الأمور ولكن لابد أن يكون هناك مرونة نادي الإسماعيلي نادي كبير نادي ليه اسمه ليه وضعه في إدارة في لعبين برضه عايز يخش مربع الزهبي عايز يكسب عايز يحقق والنادي الأهلي برضه حق ليه حق مشروع أنه يحصل على بطول الدورة ويكسب النادي الإسماعيلي كلها حقوق واقعية إنما تختار لي ملعب وتقول لي لعب عليه لا فيه ظروف نفسية يعني فيه ظروف نفسية وفيه ظروف فنية أنا كريل ككوتش بقدم تقريري لمجلس الإدارة ده ملعب النادي الأهلي يعني بلا يعني في الصالة ولا بلا منازع هذا ملعب النادي الأهلي والنادي الأهلي يعني كان بيختار بيترو سبورت اللي يلعب عليه وبعد كده لجأ لبورج العرب وحقق نتاج إيجابية جدا جدا سواء على المستوى المحلة ومستوى الأفرس هو لجأ له التراري أوكي يعني بس هو لعب النادي الأهلي والنادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي يرتاح جيدا جدا لملعب بورج العرب أيا كان هو الملعب مش فايصر هو الملعب مش هيكسبني الملعب مش هيكسبني ولكن هي ناحية نفسية أنا كرجل ككوتش بقدم تقرير لي إن أنا ملعبي لابد أن أستثمره اختار الملعب اللي أنا أسحب جزء فني وجزء نفسي سيكولوجي من اللعبة النادي الأهلي بحيث أن أنا أستثمره أنا عايز أستثمر أنا وحقق نتيجة إيجابية لنادي بتيه عشان أخش مربع زهبي وحقق نتيجة إيجابية كرجل فني مجلس الإدارة عليه أن يدرس هذا التقرير كعناحية فنية وعليه أن يتخذ القرار المناسب أنا سمعت السيد العميد محمد أبو السعود وقال إن ده رأي جماعي ورأي شارع ورأي مجلس إدارة وده كلام يعني واقعي جدا 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 وهو متمسك بحقه فإحنا مش عايزين نصل إن إحنا يعني عايزين نصل لنقطة تريح الأطراف جميعا النادي إسماعيل ليه جماهيره ليه قاعدة نادي كبير ليه كذا كذا وأيضا النادي الأهلي قاعدة كبيرة جدا 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 آه فيه ظروف استثنائية ببارات إسماعيل وأهلي أو مبارات زي ملك وأهلي فيه تدخلات لابد إن إحنا المبارات بدون جمهور المبارات بدون جمهور فلابد النادي الإسماعيل يكون ليه الرأي وليه القوة إنه هو ياخد قراره والمرونات يقدمها النادي الإسماعيل إذا كان هناك مرونة لابد أن النادي الإسماعيل يقدم هذه المرونة ليه؟ ماينفعش تقول ليه إنت هتلعب كده كده في برج العرب لا ماينفعش إنك تقول لي كده إنما أنا اددتك بداية كتيرة جدا أنا مش بدافع عن النادي الإسماعيل ولكن هذا حق لو حق للأهلي حنتكلم ونقول والله حق النادي الإسماعيل في كذا زمالك حنقول حقه في هذا الأمر أنا مش بوق للنادي الإسماعيل ولكن مدافعا عن حق من حقوق النادي الإسماعيل النادي المصري بس فقط فهذا حق النادي الإسماعيل إذا أعطى مرونة فهذا أمر خاص بمجلس إدارة النادي الإسماعيل في مرونة يعملها إنما ما تفرضش علي أننا لازم ألعب هنا سواء فرد بقى من اتحاد الكورا ما يفردش عليها يقول لي هو كده لا ما فيش هو كده في مرونة ان لابد النادي الاسماعيلي يبقى ليه كلمة ليه عشان ما تبقاش ازمة ما تبقاش ازمة ما ملهاش حلول له والازمة حدست هيحصل ايه اول حاجة ممكن ممكن وارد جدا النادي الاسماعيلي ينسح ويلجأ ان هو يتخصب منه ست نقاط خلص ويدفع غرامة مالية مثلا على ما اذكر هي 400 الف جنيه ثم التحقيق مع من تسبب في هذه المشكلة مش ده حل حل فهيحصل احتقال اه كارسة مش حل ده كارسة اه كارسة مش كده الحل التاني ان هو يتلاقي في برج العرب يبقى ازا النادي الاسماعيلي عمل تنازلات وراضية بالامر الواقع وجمهور النادي الاسماعيلي وجمعية عمومية والشرع الاسماعيلاوي وما قاله العميد محمد ابو السعود ان هناك النواب والاخر وكل هذه الامور لابد ان يكون لهم رأي لان النادي الاسماعيلي ده مش حكر الحد لا تنادي الاسماعيلي اسماعيلي النادي كبير فهيرضخ حيبقى في ضعف ما نعرفش ايه اللي يحصل مش كده الحل التاني الاوقع والامثل نوية لأف ملعب اخر ان الاسماعيلي محدد سبع ملعب او في اسكندرية ايه المشكلة ما الملعب كده كده اصلا يعني الملعب بدون جمهور وبدون ازمات طيب واحنا اصلا يعني نستطيع ان احنا مش نأمن مباراة خمسين مباراة كمان